متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وسلامة نهاردة ان شاء الله هنلقي نظرة سريعة على deepsic.com هذا الموقع الشبيه او المنافس بشدة لشات جي بي تي خاصة شات جي بي تي او وان انا ليه بتكلم عن ديب سيك على رغم ان احنا مش بتناول هذه المواقع كتير عندي في القناة لان بركز اكتر على المحتوى المرئي او البصري في انشاء الصور بالذكاء الاصطناعي في النمازج يعني الخاصة بالذكاء الاصطناعي لان ديب سيك في الفترة الاخيرة اثبت قوة وبقدرات قوية جدا كنموذج مجاني تماما واصبح منافس ومؤثر بشكل كبير جدا على شركة اوبن اي اي وبالتالي انا اعتقد ان الفترة الجاية حتشهى تطورات كبيرة جدا ممكن نستفيد من ديب سيك بشكل كبير في انتاج المحتوى المرئي عشان كده لازم دايما نبقى مركزين عليه وايضا عشان المتابعين الاعزاء اللي بيسمعوا عن ديب سيك وممكن يكونوا ما عندهمش خلفية عنه لازم يكونوا عندهم خلفية عن كل نمازج الذكاء الاصطناعي وخاصة اللي بتثير الضجيج يعني بيحصل دوشة عليها كتير جدا في الفترة الاخيرة ديب سيك هو عبارة عن نموذج الذكاء الاصطناعي صيني نموذج شاد او شاد بوت تقدر انك انت تستخدمه كده زي شاد جي بيتي في الحصول على نص بالذكاء الاصطناعي زي ما انت عايز والجميل انه هو بيستخدم الريزونينج او بيستخدم التفكير يعني هو نموذج استلالي وبالتالي هنا في الاداء بيكون جيد جدا لانه بيفكر في الفترة الاخيرة او العام اللي انا بسميه عامل الريزونينج موديلز النماذج الخاصة بالاستلال والتفكير فعلا مختلفة تماما عن النماذج الاولية اللي احنا شفناها في بداية النماذج الخاصة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بالنص طب تعالى نبص على الواجهة بتاعته مشابهة تماما لواجهة شا جي بيتي في الاستخدام اول ما بتخش عليه طبعا زي ما قلتلك هو مجاني تماما مفيش اي مشكلة حتى يعني open source تقدر تخش على جيت هاب وتشوف الكود بتاعه وتطور عليه والاحلى كمان انه هو في منه application يعني انت لو روحت هنا لجيت اب تقدر تسكان الكود وتنزل الapplication انا منزله عندي على الموبايل يعني تقدر انك انت تستفيد بيه في هذه الجزئية كده زي بالظبط ما بتنزل شا جي بيتي ايضا له اي بي اي فكل الحاجات دي خليته مميز ديب سيك اول ما طلع شاهد تطورات لحد ما لفت الانظار اول ما نزل ديب سيك version 3 وديب سيك version 3 تقدر انك انت تشتغل بيه على هذه الواجهة لو دخلنا عليها بالمنظر ده من غير ما تفعل ديب سيك R1 ولو انت دص على ديب سيك R1 انت هنا بتفعل الريزونينج موديل والريزونينج موديل بيفيد جدا في حل المشاكل المعقدة في الجزء ايضا متعلق ب ممكن كمان تفعل السيرش تفعل الويب لكن طول ما انت مش بتفعل الديب سيك R1 انت هنا بتشتغل على الموديل اللي هو version 3 وايضا موديل قوي وكلمت عنه على قناة انفو تيك فوريو بالتفصيل هنا هقول له what is your model حيقول لي انا ديب سيك version 3 لو رحت فعلت الديب سينكينج بالمنظر ده وروحت قلت له what is your model هنا حيبتدي سينكينج وفي الآخر حيقول لك انا ديب سيك R1 هذا النموذج رائع جدا في حل زي ما قلت لك المشكلات المعقدة عندك مشكلة راضيات صعبة عايز يفهمها لك بتشينوف سوتس اللي هي السلسلة بتاعت التفكير ازاي فكر في المسألة وحلها البروبلمز البرمجية الصعبة كل دي يقدر ان هو يعمله وازهر تفوق بالنسبة للنماذج الاخرى المتصدرة ممكن كمان استفيد بيه ان انا ارفع document او صورة واخد بيالك بالحتة دي هو مش بيجنري الصور ومش بيتعامل مع الصور كصورة هو بيتعامل مع النص اللي جوه الصورة فلو انت رفعت له صورة ما فيهش نصه هيقول لك ما فيش تيكست تعمله اكستراكشن ما فيش نصه قدر ان انا استخرجه فاخد بيالك بالحتة دي مهمة جدا لانه بيقول لك ان في الامج او في الصورة هو تيكست اكستراكشن فقط بيستخرج اناص من الصورة وتقدر ترفع لحد خمسين document خمسين ملف وكل واحد ماكسيمم عشرة ميجا باي فيعني تخيل عشرة في خمسين انت بتتكلم عن خمس تلاف ميجا بايت فايف جيجا بايت كتوتل حجم بالملفات هنا تقدر انت ترفع اي ملف وتقول له عمل لي سامري تقدر تقول له كتب لي assignment اكتب لي مقالة هل بيدعم اللغة العربية او بيدعم اللغة العربية لو رحت ال new chat وقلت له اسأله هل تدعم اللغة العربية نعم انا ادعم اللغة العربية واستطيع التوصل معك بكل سهولة انا هقول له قم بكتابة قصة خسيرة ومشوقة عن طفل اسمه احمد استطاع ان يتفوق في الرياضيات على الرغم من انها كانت تمثل معضلة بالنسبة لا هنا اعطلكم بخطبة قصة 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 ومشوقة عن طفل اسمه احمد استطاع ان يتفوق في الرياضيات على رغم انها كانت تمثل معضلة بالنسبة له هشوف هقدر يكتب لي قصة ولا لا هنا قال لي اوكي العنوان احمد والغاز الارقام في حي صغير تحيط به اللبال طفل اسمه احمد كان يرى في الرياضيات لغز غامض كانت الارقام والمعادلات ذات يوم يجلس فينا المدرسة لكن شيئا ما في عيني احمد بدأ احمد يخضي ساعات في حل المسائل المهم ان هو بيديني قصة عن الموضوع اللي انا عايزي انا بس عايزي وريك ان هو بيدعم اللغة العربية فبالتالي ان انت يعني ممكن تستخدمه عشان يساعدك في كتابة قصة مثلا بالذكاء الاصطناعي وتاخد الكتابة وتروح لأي برنامج بيحول النص الى صوت وتستخدمه فممكن تستخدمه في ده وايضا المهم ان انت ممكن تستخدمه في extract text من الصورة يعني ترفع اي صورة فيها text هيتطلع لك text من الصورة دي حاجة برضو من الحاجات الجيدة جدا بس بتاخد screenshot لأي محتوى نص فبيتحول لصورة عايزة تطلع النص فممكن يساعدك في هذه الجزئية وزي ما قلتلك deep seek هيشهد تطور اكبر في فترة قادمة انا متوقع النقطة دي حاول ان انت تطلع عليه مجاني تماما حطتلك الرابط في الوصف اسفل الفيديو تقدر تستخدم deep seek version 3 ولو فعلت deep think هتقدر تستخدم الاصدار R1 وهو اصدار بنسميه اجابة اجابة دقيقة اتمنى تكونوا استفدتم الفيديو النهاردة على قناة كل يوم موقع جديد وزي ما بقولكم في نهاية كل فيديو متنساش تعمل subscribe للقناة واتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد ولكنتم متابعين الاعزاء متنساش like share and comment دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته